السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا بنات ازايكو يا شباب يا رب يكونوا بخير لأول مرة يشوف المحتوى عندي في القناة بتاعتي من الفيديوهات المقترحة أحب أقول لكم ده البيتجي بتاعنا على الفيسبوك أول ما تدخلوا تكتبوا بس في السيرش فيها حاجة حلوة تظهر لكم شكل البيتجي ده بالضبط كده بنعرض فيه كل الصور وكل الفيديوهات اللي احنا بنعملها على اليوتيوب زائد لو حد عنده أي حاجة بيبعث لنا على البيتجي بالنسبة بقى للمعلومة المهمة اللي انا عايزة يعني اقولها لكم سواء عندي او عندي قنوات تانية اللي فاتته المحتويات اللي انا عملتها قبل كده وعشان ميرجعش يسألني فيها تاني هتدخلي على الكلمة اللي فيها حاجة حلوة هتدوسي على الصورة الصورة اللي جنب الكلمة زي ما انا عملالك عملالك الدبدوب اهو شكل الدبدوب عشان تدخلي على صفحتي الرئيسية على طول هتشايف الكلمة بتاعت فيها حاجة حلوة أول ما تتغطي على الصورة دي إليه صورة البنوتة دي هيتفتح لك بعد كده الصفحة الرئيسية بتاعتي تمام؟ عشان بعد كده تدخلي من خلالها على الفيديوهات اللي أنا عايزة أو أصل لك لها ل أنا عملتها الصفحة الرئيسية سواء انت دخلها مع اللابتوب أو الكمبيوتر الخطوات دي هيها أول ما تدخلي على الصفحة الرئيسية القناة هتلاقي في الشريت الأحمر اللي فوق كلمة الصفحة الرئيسية وكلمة الفيديوهات وكلمة قوائم التشغيل زي ما أنا معلمالك عليها بالأسود كده عند كلمة قوائم التشغيل هتدوس عليها أول ما هتدوس عليها تتفتح لكل المحتويات اللي احنا عمل لها من أول القناة لحد وقتنا هذا تمام؟ متقسمالك على مجموعات على حسب احتياجاتك الشخصية زي مثلا ملابس لانجر والدخل تجيبيها منين شنط الحريمي والأنساتي زي تعرفي مقاساتك الدخلي أو مقاساتك الخروج والشنط والجزم والكتشهات والسجاجيد والوكالة والاكسسورات والمكياج تجيبي منين والمنظفات الشخصية تجيبي منين كل ده مكتوب في قوائم التشغيل أول ما هتدوس على أي فيديو أنت عايزة هتفتح لك مجموعة الفيديوهات اللي اتعملت على المحتوى ده أو على العنوان ده يعني بغزارة من كل الأماكن من روكسي ومصر الجديدة ومن الوكالة ومن العتبة تمام؟ الكلمة اللي جنبي بقى قوائم التشغيل اسمها المنتدى زي ما أنا معلي مالك عليها بالأسود كده المنتدى ده بادخل كل يوم أنا أنشر عليه واللي بنتكلم بنتناقش فيه على المحتوى القناة على الجديد على اللي انتم محتاجينه على الانتقاد مسلا سواء في التصوير أو سواء في معلومة انتم مش باينة من أهلا بيكو في الجزء التاني من الفيديو بتاع السلام شوبينج سنتر أول الجزء الأولاني كنا بنصور فيه حاجات اللي هي الحريمي الوسعة والمقاسات الكبيرة واللي هي مقاس مهمهاتنا كده يعني سن مثلا أواخر الاربعينات خمسينات ستنات سبعينات تمانينات تسعينات ده لو في من عايش للتسعين والتمانين أصلا والسبعين تمام؟ دلوقتي أنا هصور لكو ده الجزء التاني آآ للبنات آآ طبعا خمسة وعشرين سنة وعشرين سنة آآ لحد مثلا تلاتينات أوائل الاربعينات وكده آآ لحد الاربعينات كله آآ وهصور لكو برناطي الحوامل وهصور لكو عبيات جينس وعبيات عادية في الفيديو ده آآ المكان ده كنت بصور فيه في مصر الجديدة مدانة الإسماعيلية تحديدا آآ عند السلام شابونجي سنتر المحل اللي عامل الدسكاونت يا جماعة لحد ستين في المية صورتلكو في الجزء الأولاني الدسكاونت اللي هو عليه عشرة في المية والدسكاونت اللي عليه ستين في المية خاص دلوقتي كنت بصور الكلام ده بره المحل في الستندات اللي حطتها بره آآ طيب الدسكاونت ده موجود لحد إمتى موجود لحد حينما يصاره يعني ما يخلص السيزون لحد شهر تمانية أساسا شهر تمانية هيتنازل فيه يعني أكازيون أصلا في شهر تمانية عندهم أكازيون خلاص ما كانوا سهل جدا اللي جاي من ألف ماس كان هيركب مكربوز مصر الجديدة يقولوا لو نزلني عند ميدانة الإسماعيلية أو السلام شابونجي سنتر هتلاقوا على شمالكو المختبر وعلى يمينكو السلام مشابونجي سنتر طب لو اللي انت مش من مصر الجديدة أصلا وسكنة في مكان بعيد شوية هتركب المتر والأنفاء هينزلك محطة الأهرام سواء انت جاي من أني اتجاه هينزلك محطة الأهرام بس دي البناطيل الحريمي كانت اللي هي الحوامل دي كانت ب299 يعني عليها خصم 10% دي البناطيل الحوامل الجنس وفي منها الأسود كل المقسات حبيت أصورها عشان الأستاذة اللي كانت بتسألني على البناطيل الحوامل وصورت لكم شوية من العباية الجنس طبعا أنا كنت مصور لكم قبل كده العباية الجنس اللي هي كانت موجودة في ممر العتبة كانت ب240 جنيه دي لقيتها 300 جنيه التانية كانت ب240 جنيه فاللي ريحكم المقسات الخاصة هي في البناطيل الواسعة عنده برضو جينس وكل المقسات في الجنسات سعرها 300 جنيه ده سعر الشميز اللي هو ب299 يعني في حاجات هم طبعا مش منزلين فيها ولا جنيه حاجات منزلين فيها كتير قوي برا اللي هي في الاستند برا عندهم جبات جينس كل المقسات والألوان 339 وفي ب234 البنطرون ده ب234 طبعا أنا مصور لكم حاجات أرخص من كده بكتير بس أنا حبيتها جيب لكم 244 جيبة دي حبيتها جيب لكم أسعار الوكالة كام كنت بصور لكم فيه جيب ب75 جنيه الجنس والأماش وحبيت أوريكوا أسعار المحلات إيه عشان برضو تبقوا عارفين المحل اللي تروحوا الرنج الأسعاره كام والحاجات الحلوة الرخيصة اللي عنده إيه 239 يعني أنا بصوره والله اللي ينسبوا الأسعار دي براحته يروح ويعيش يعني براحتها لكن أنا دايما لما بدخل مكان بحب أصور فيه الرخيص قبل الجاي اللي معمول عليه ديسكاونت قبل الجاي عشان ما أكون بس إيه غلطت لكم المكان كله يعني في التصوير ما كونش أسبت لكم حاجة وإنتوا بنفسكم وتكونوا أخدتوا فكرة على الاستيلات اللي موجودة والمقاسات والأسعار عشان اللي تروح ما تضربش المشوار عرفوزي وتدعي لنا ما تدعيش علينا طبعا ما تنسوش وإنتوا بتتفرقوا على الفيديو لايك للفيديو وشير على قد ما تقدروا الفيديوهات يا جماعة خلي الناس تستفيد الحاجات دي كانت أقطون بمية أربعة وخمسين اللي هي البولوزات اللي أنا بصورها دي دلوقتي أقطان مية في المية أقطان بشكل فظيع بمية أربعة وخمسين ومقاسات واسعة بكم ومقاسات واسعة رهيبة 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 للناس اللي بتوعوا ساعات طويلة برا البيت هتنفعكم الحاجات دي قوي على فكرة وأنا برضو يعني بحاول والله على قد ما قدر أجيب لكم أماكن أرخص من كده وجودتها برضو عالية وانتوا عارفين عني كده عن المحتوى بتاعي كده من زماني يعني من أول ما بدأت ده 379 ده كردجان بس طويل شاكله زي ما انتوا شايفين كده عامل زي طبعا الأوكازيون اللي بيعملوه أصلا بيبقى كل الكلام ده جماعة موجود بس عليه خاص من خمسين في المية فاللي عايزة تصبر لحد شهر تمانية وتروح لهم تشتري اللي هي عايزة بنص ثمان الحاجات دي بروحتها بس أنا لازم كان نوريكم عشان تعرفوا إن شهر تمانية لما يتعمل في الأوكازيون هتروح تشتري قومن عنده لو هينسبكوا والله الموديلات والخمات روحوا مش هينسبكوا يبقى أنتوا كده على الأقل عرفتوا المكان في إيه بس أنا مسكت الأقمشة هناك ومعروفة السلام شوبيكيسيندر حاجتها الفسكوز والأقطان هناك تحفة جدا ووسعة ومقاساتها محترمة وبتراعي كل مقاساتنا يعني هم بصراحة أحلى ميزة هناك عندهم بيرعوا المقاسات في الجنسات البناطيلة وفي العبيات وفي البلوزات أي بنت هناك وأي ستة هتلاقي مقاسها وشايفين عندهم كمان بناطيل قماش وعندهم بلوزات زي ما أنتوا شايفين طبعا تلت تربع الحاجة هناك الخامة بتاعتها أقطان بس مش الكلها كده بس التلت تربحها أقطان وخفيفة أنا حاولت أخذ لكم بس شويد يعني لقطات كده عشان أكون بس على أقل كده غطت المكان دي أسعارها من 150 جنيه وانتوا طلعين فوق يعني لحد مثلا 200 جنيه 250 تلت مية كده يعني فعايزين تستنوا لحد شهر تمانية اللي تتحوش من دلوقتي بقى 10 جنيه في اليوم كده تجمع لها 300 جنيه في الشهر عشق أو 20 جنيه في اليوم 600 جنيه في الشهر لكنها بتحوشهم كده ولا بتتزكى بيهم عشان تروح تشتري من هناك مقسات واسعة براحتها ماشي اللي عايزة تروح من دلوقتي وتشتري من الستاند اللي أنا صورته بره اللي الحاجة فيه بـ 74 جنيه و60 جنيه و100 جنيه ماشي تروح تروح تنتهز الفرصة دي أقطان الحاجات دي دي مش قطن دي وماشى تانية مختلفة مش قطن ولا حتى حرير اللي أقطان بقول عليه أقطان بصوا بقى وانا وماشى كده بتماشى بعد ما طلعت من المحل لفت نظري حاجة ظريفة جدا انتو خلاص عرفتم ميدان صلاح الدين او عرفتم ميدان اسماعيلية امشوا بقى قدام في وش الميدان اللي هو أكنكوا راحين على ميدان صلاح الدين هتلقات له محل اسمه لقيته كده وانا بضرب عيني كده جمي معمال ألف الرصيف اللي عنده معمال ألف هو جمي معشور بتاع الحفلات نعملت ديكم علامات في المكان عشان تعرفوا تروحوا منين عايزة أقول لكم ان المحل اللي دا لقيته عمل تخفيض أي قطعة لانجري خمسين جنيه الحاجات دي خمسين جنيه يا جماعة الحاجات دي البنوتة اللي بتجهز الحاجات دي خمسين جنيه شايفين القميص الحمر ده خمسين جنيه البجامة اللي هي قطعتين دي خمسين جنيه او يعني اللي أنا صورته كامل بس هتلقوه بعد الفيديو ده تمام واللي ما شافتش الفيديو بتاع النظافة الشخصية يا جماعة ياريت تشوفه اللي أنا شرحت فيه كل حاجة بالتفصيل اللي هي بايودرما اللي هو للوش الدهني بالزيادة الغسور الوش لاروش طبعا اللي هو طبعا تابع الجسور للبشرة المختلطة الكريم تابع الشعر اللي هو يعني دهني ده بيدي تغطية غفيفة مارفل تابع الشعر الجاف بيدي تغطية تقيلة فينوس لإزالة الشعر طبعا بالشفارات اللي هي طبعا اللي هي مكتوب عليها شاور فريش دي أحسن نوع لمزيل العرق كتبتلكوا كير فري دي أروز يومي أو حفظات يومية ياريت تراجعوا الفيديو ده وتشوفوه هحطوا لكم اللينك بتاعه اللي كون الناس اللي سألتنا على عنوان جميل صرافين بتاع الملايات يا جماعة فاكرين للفيديو اللي أنا عملته ده في الوكالة حبيت أفكركم به تاني وأقول لكم هيا يا جماعة الكارت ده نسيت أحطه لكم الصورة بتاعته بس أنا كتبتلكوا اسمه ورقمه في قلب الفيديو اتنين شارع مرزا أو واحد شارع الأحمدين واحد شارع الواجهة وكالة البلح ودي أرقام تليفوناتهم هوا وهم موجودين كل يوم من الساعة 9 الصبح لحد الساعة عشرة بالليل أقصى حاجة ترجمة نانسي قنقر